وكمان بطل أمريكا للشمالية لسه لم يحسن منص عدل أشهر لجزئية موسيماني هو مين اللي خلاه يلعب بتلاتة فندر وإيه السبب؟ الدكتور طه إسماعيل حدد سبب سوء الأداء في المنطقة دي كان إيه؟ غياب محمد مجد أفشا لأم عن النادي الأهلي والخمسيف الماء من قوة الهجومين للنادي الأهلي نعم محمد مجد أفشا؟ كان تيبيكا لأنه أفشا يوصل شريف ويوصل طاهر مرة واثنين وثلاثة في الوقت اللي كان الديفنس مفتوح وفي نفس الوقت هم متراحلين يهجموا والباقيين الثانيين حولين الثمانتاشر أي كرات طويلة كانت فيها خطورة كبيرة جدا بس برضو الكواليتي بتاع الباص الطويلة ديتها هشتحطها لواحد تشيب من فوق المدافعين أو في المساحة الضضية أفشا رائع فيها كان ممكن يوصل أكتر كتير جدا وحتى في الشروط الثاني في المرات الأوليلة اللي جات لنا وبرضو جاتنا بعض الهجمات إنك أنت ممكن تعمل الكواليتي برضو لأي واحد في المساحة قدامه اللي مرهله على قده هو مميز فيها جدا أعتقد لو كان موجود كان ممكن يبقى له دور أكتر أفشا ودوره إيه؟ لأنك كان وجود أفشا بقى أي طبعا بس مش معنى كده كل ما يغيب بعنطر حنقدر يعني نرجع السبب إليه يعني أنا شايف إن بدون التماس أعذار الماتش اللي هنا هو ده التقييم على أساسه لأن الناس قالت لك الحر كان جامل جدا الحرارة كانت عالية قوي التوقيت الساعة ثلاثة ده صعب جدا هو كان ثلاثة أو خمسة؟ ثلاثة ثلاثة أه الملعب كان وحش قوي طبعا فاضطرت أن الكورة تبقى متشعلقة لما أنت بتلعب كورة طويلة واللي قدامك بيلعب هذه يعني بتبقى بتفقد ميزة المهارة اللي عندك يعني أنت لقوة مهر وبقى الصراع هوائي بتبقى عايزة قوة أكتر من المهارة في أسباب كتير يعني أنك تروح لها من ضمنها طبعا الخطأ لما يتكرر ده الكورة ليه كورة طلعت كورة؟ ملاش معنا طب الإبعاد ما كانش على جام كان في النص يرجع تاني أيمن أشرف يعمل الإبعاد برضو في النص مش على جام الإبعاد التالت لورا مش على جام يعني فيه شوات حاجات وبعدين يلبسها مين؟ يقول لك هاني نط مهاني نط ضناطة متسبات الكورة لما رحت هنا هاني مخدش خطوة عشان يقدر يقل ضناطة متسبات مش دفاعا عنه إنما الثلاث أربعة خطاء اللي قبليه ساعدت على إن الخطأ يلبسه هو لأنه هو الآخر واحد بانت إنه نط أعلى منه هو لو أخذ خطوة هيقدر يأطلع لكن النطم السبات ما يدكش الارتقاء المطلوب ونرجع نقول برضو اللعيبة لان تبص شوية على الحاجات الرفيعة لأنه ممكن الخطأ البسيط اللي حصل قبلها بنقلتين يكون هو السبب هو السبب والحياة